موسيقى رحبت جامعة الدول العربية اليوم لأحد بتفاهمات التي توصل إليها وفداء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدول الليبيين في الاجتماعات التي استضافتها المملكة المغربية ببوثنيقة يومي 22 و23 يناير الجارية بشأن توحيد المؤسسات الليبية وشاغلية المناصب السيادية للدولة وفق الإطار الذي ينظم الاتفاق السياسي الليبي المواقع في الصخيرات وأعربت الجمع العربية في بيان عن ثقة بأن هذا التقدم المهم سيساهم في حلحلة الأزمة الليبية ودفع مصارات التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة وخاصة فيما يتصل بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة وتوحيد المؤسسات الليبية وتنفيذ أحكام اتفاق وقف اطلاق النار والشروع في التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وذكر البيان بأن الجامعة تدعم كافة الجهود الوطنية التي ينخرط فيها الليبيون في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد مؤشيدا كذلك في هذا الخصوص بالتفاهمات التي توصل إليها وفداء مجلس النواب ومجلس الدولة خلال الاجتماعات التي استضافتها مصر في مدينة الغردق مؤخرا بخصوص الترتيبات الدستورية التي تمهد للانتخابات المقرر إجراءها في البلاد نهاية العام الجاري واتفق وفداء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس نواب الليبية يوم أمس بمدينة بوزنيقة في ختام جولة جديدة من الحوار الليبية على تشكيل وتسمية فروق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلية المناصب السيادية وجاء في البيان الختامية الذي ثوج أشغال هذه الجولة أنه تمت خلال هذا الاجتماع مراجعة ما صبق التوافق عليها بشأن تطبيق المادة الخامس عشر من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات في دوجنبر 2015 وأكد وزير الشؤون الخارجية وتعاون الافريقي ناصر بريطا يوم الثبس بمدينة بوزنيقة أن المغرب منخرط بشكل دائم بتعليمات واضحة من الملك محمد الثالث في مواكبة الفرقاء الليبيين والتجاوب معهم والوقوف بجانبهم حتى تنتهي الأذم الليبية وأوضح أن المبادرة المغربية تقوم على أربع محددات وشدد بريطا في كلمة أمام أعضاء وفدي المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس نواب الليبي في ختام جولة جديدة من الحوار الليبي على أن انخراط المغرب نابع من الروابط المتينة والصادقة والأواثر الإنسانية القائمة بين الشعبين ومن قناعته وإيمانه العميقة بأن استقرار ليبيا القوية بمؤسساتها يأصب في مصلحة استقرار شمال إفريقيا وتحقيق الاندماج الاقتصادية في منطقة المغرب الكبيرة وأضف بريطا أن انخراط المغرب في الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة الليبية قائم على أربعة محددات أساسية أولها أن المملكة تدعم الليبيين وتواكبهم لكنها لا تحل محلهم في قراراتهم وتانيها أن المملكة تظل متمثكة بالشرعية المؤسساتية في ليبيا وبالمؤسسات الشرعية المسمخدة عن اتفاق الصخيرة أما المحدد الثالث حسب الوزير فيتمثل في الاشتغال في إطار واضح إلى جانب الأمم المتحدة باعتبارها مثاهمة في الحوار الليبي ومثاهلة لها فيما يتمثل المحدد الرابع في تنصيق المغرب مع كل الفاعلين الإقليميين والدوليين لكنه لن ينخرط في أي تفاهمات أو يشارك في أي اجتماع حول ليبيا بدون حضور الليبيين وأبرز بريط أن المغرب على عكس الأصوات المشككة أو المتشائمة بشأن مستقبل ليبيا متفائلا تفاؤلا عقلانيا عمليا قائما على عدد من العناصر تتمثل في اتقاف قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والتقدم الملموس الذي أحرزه الحوار الثياثي في الأشهر الأخيرة وتجاوز حالة الفوضى وغياب الحوار معتبرا أن استمرار اللقاءات بين الفرقاء الليبيين يبعث في حد ذاته على التفاؤل وفي هذا الصدد سجل الوزير أن الاتفاقات التي توصل إليها المجلسان تشكل عنصرا إيجابيا للمصاري السياسية مشيرا إلى أن المغرب يؤيد حوار الليبيين حول أي موضوع يختارونها وأهن أبو ريطا وفدي المجلسين على اتفاقهم على الخطوات النهائية المتعلقة بشغل المناصب السيادية مجددا دعم جلالة الملك الخاص لكل الخطوات الرامية إلى إنهاء الأزمة الليبية واستعداد المغرب على الدوام لاستضافة أي لقاءات بين الفرقاء الليبيين برأ القنصل العام للمغرب في جزر الكناري أحمد موسى السلطة المغربية من تهمة الوقوف وراء أكبر أذمة للمهاجرين الغير النظاميين في تاريخ الأرخبيل الإسبانية والتي بدأت في الثلث الأخير من السنة الماضية مشددا على أن المملكة لا مصلحة لها في دفع مواطنيها إلى الهجرة بشكل غير نظامي وذلك ردا على ادعاءات قوميين ويمينيين إسبانا كانوا قد اعتبروا أن الرباط قررت رفع يدها عن الهجرة النظامية نحو تلك الجزر كانوا عين من الضغط على إسبانيا وقال موسى إن المغرب يقوم بكل ما هو ممكن لوقف خروج قوارب الهجرة الغير النظامية نحو سواحل جزر الكناري لأن المملكة لا تشجع هذا النوع من الهجرة ولا مصلحة لها فيها مضيفا في تصريحات النقلة صحيفة الدياريو الإسبانية الهجرة التي نشجعها هي الهجرة النظامية والمنظمة وأتابع أنه من المهمة بالنسبة للمغرب بقاء مواطني على تراب بلدهم من أجل المثاهمة في تنمية البلد وفي سياق حديثي عن طوفان قوارب الهجرة الذي ضرب جزر الكناري أكد القنصل أن إعادة المهاجرين الغير النظاميين نحو المغرب مطروحة قائلا إلى الاتفاقيات التي تنص على هذه العملية موجودة بالفعل بين الرباط ومدريدة منذ مدة طويلة لكن بسبب انتشار وباء كورونا اتخذ إجراء إغلاق الحدود بين البلدين ما أدى إلى وقفها وحاليا هناك نقاشات جارية من أجل معاودة العمل بها وشدد موسى على أن المغرب ليس فقط بلدا مصدرا للمهاجرين بل أيضا مستقبل لهم ولديه مشروع فريد على مستوى القارة الإفريقية لتنظيم وضعية أكثر من مئة ألف من مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء مضيفا أن الرباط تؤمن بأن ظاهرة الهجرة يجب أن يجري تحليلها عالميا كما أنها تمد يدها لمدريدة من أجل محاربة جميع الظواهر الغير القانونية وكانت عمليات الهجرة الغير النظامية انطلاقا من الثواحل الجنوبية للمغرب نحو جزر الكناري قد عادت بقوة مباشرة بعد تصريحات صادرة عن رئيس حكومة الإقليم الإسبانية ميجيل أنخال توريس بخصوص استكمال المغرب المنظوم القانونية لترسيم حدوده البحرية بما يشمل مياه الأقليم الصحراوية حيث أتبر أن الأمر يمثل احتلالنا للصحراء ولمياه الكناري مريدا أن هذه الخطوة محكم عليها بالفشل لكن توريس سيعود بعد ذلك لطلب عون الرباط من أجل وقف العداد الكبير من المهاجرين الغير النظاميين الذين وصلوا إلى الكناري حيث عقد اجتماعا مع القنصل المغربية أحمد موسى لمناقشة الأمر والتعبير عن رغبة في زيارة المغرب واللقاء مع مسؤوليها على اعتبار أنها قادرة على مساعدة الإقليم الإسبانية في هذه الأزمة الغير المسبوقة موسيقى أفادت مصادر صباح اليوم الأحد أن الوضع في القرقلات هادئ وطبيعي وأن حركة المرور بين المغرب وموريتانيا وما بعدها إلى إفريقيا جنوب الصحراء غير مضطرب بأي شكل من الأشكال وأوضحت المصادر أنه بالرغم من الاستفذاذات دون تأثير من قبل ميليشيات البوليساريو فأن الوضع في القرقلات كما في جميع أنحاء الصحراء المغربية هادئ وطبيعي مشيرة إلى أن حركة المرور بين المغرب وموريتانيا وما بعدها إلى إفريقيا جنوب الصحراء غير مضطرب بأي شكل من الأشكال وتنفذل تعليمات الثامية لجلالة الملك محمد الثالث القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية تم تأمين حركة المرور بالقرقرات من قبل هذه القوات وفقا للمصادر نفسها مذكرة بأنه منذ شهر وانبر 2020 تقوم ميليشيات البوليساريو باستفذاذات في رد فعل يائث على تأمين حركة المرور وبالمواذاة مع ذلك تقول المصادر تحاول الدعاية الجثائرية عبثا وبدون جدوى إظهار المنطقة بمظهر منطقة حرب عبر ترويج أخبار ثائفة ونشر بيانات حرب وتقارير ومقالات يومية حول اشتباكات وهمية وعلى خلاف ما تم الترويج له فلم تتوقف حركة عبور الشاحنات والحركة التجارية والمدنية عبر المعبر الحدودي للقرقرات وتأتي هذه الإشاعات التي بدأتها جبهة البوليساريو في الوقت الذي يعزز الجيشة المغربية من تواجد خلف الجدار الأمنية للسيطرة الكاملة على كامل المنطقة العازلة على الحدود مع الجزائر وإرجاع عناصر جبهة البوليساريو داخل الأراضي الجزائرية بمنطقة تندوفة حيث سيصبح حينها أي استهداف لقوات الشيشة المغربية مصدره الوحيدة الأراضي الجزائرية في احتكاك مباشر بين الدولتين إن وقع أي استهداف مفترض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر